دشنا إعلان مملكة البحرين منذ أربعة عوام حيث تعبر هذه الوثيقة عن فكري ورؤية جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه حول مفهوم التعايش الإنساني ويقوم هذا الإعلان على عدد من المبادئ التي تعد ركائز التعايش السلمي الإنساني كمنهج للسلام في العالم روح من المحبة والسلام والتعايش تأصلت في مملكة البحرين وأسس أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حيث يأتي إعلان مملكة البحرين شاهدا لها في كل المحافل إعلان مملكة البحرين احتوى على خمس زوايا تشرح وبكل شفافية الحياة البحرينية التقليدية التي كانت ولزالت على أرض السلام أولا تناول الإعلان حرية الاعتقاد الديني والتي تعتبر حقا أساسيا للجميع في المملكة حيث عملت مملكة البحرين على ضمان هذا الحق من خلال الأنماط السليمة للأنشطة الدينية عبر الحوار بين الأديان وتبادل المعرفة الذي أدى إلى التعايش السلمي والتفاهم ثانيا حرية الاختيار أكد إعلان مملكة البحرين على حرية الاختيار وكفالة الممارسة المدنية للدين مشيرا إلى أن لكل فرد الحرية في ممارسة دينه بشرط أن لا يضر الأخرين ويحترم قوانين البلد الذي يقيم فيه ويقبل المسئولية روحيا وماديا عن خياراته ثالثا إرادة الله الإعلان أقر أن الأديان قد تختلف مع بعضها البعض في تفسير إرادة الله ولكن كل الأديان المستنيرة ترفض استدعاء اسم الله لإطفاء الشرعية على العنف ضد الأبرياء داعيا الجميع إلى التخلي عن الممارسات التي تشجع التطرف وتزرع الإرهاب رابعا الحقوق والمسئولية الدينية أكد الإعلان أنه ينبقي أن تتمتع جميع الأديان بالحق في التجمع للعبادة والتثقيف والاحتفال وممارسة طقوسها الخاصة وتقع على عاتق الحكومات مسئولية احترام وحماية الأقلية الدينية والأغلبية الدينية على حد سواء كما لا يجوز إخضاعها للتهديد أو الضغوطات ولا ينبقي التمييز ضدها بسبب انتمائها الديني خامسا الإيمان أكد إعلان مملكة البحرين على أهمية تعليم الأطفال قيم الرحمة والتسامح من خلال الأمثلة الحية والبسيطة وذلك بناء على أمر الله تعالى في استحضار ونشر الخير في العالم حيث أن الدين هو نعمة تنشر المحبة والسلام المتبادل بين الجميع خمس زوايا شرحها إعلان مملكة البحرين وانطلقت من أسس تاريخية ونهج ديني قويم واستدلت بواقع إرث وموروث وتاريخ المملكة وأسلوب حياة الشعب الممتد لمئات السنين ترجمة نانسي قنقر